من جهته أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع سندوق النقد الدولي جاء نتيجة لمناقشات متمرة بين السلطات المصرية وخبراء سندوق النقد والذي اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدبير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمتسقة مع برنامج الإصلاح الوطنية أضاف محافظ البنك المركزي أن الوصول لاتفاق مع سندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلية وتعزيز السياسة النقدية مضيفا أن البنك المركزي استهدف مضاعفة لاحتياطي من النقد الأجنبي خلال السنوات الأربع المقبلة سيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلية وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخر وعلى جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف فيما يصهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقصاد المصري والبنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتراط الدولية على نحو تدريجي ومستدام حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد التجوة التنمولية في كل من الأربع السنوات القادمة وإن شاء الله احنا بنستهدف على الأقل لمضاعفة الاتفاق بتاعنا في هذه الفترة ولقد أعلن البنك المركزي المصري اليوم بأنه سوف يتم تحديد قيمة جديد المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بوسطة قوى العرض والطلب في اعترار نظام سعر صرف مارد ما هيعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي ومتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التدقم تدريجيا حتى يصل إلى حدود التدقم مستعدفة من قبل البنك المركزي والتي سوف يتم الإعلام عنها نهاية العام إن شاء الله